اشتركوا في القناة النواة الناقلة له. تردد جديد وحاصر زارة عمنا يلسات القناة اللي بها الرياضية. وطبعا كلنا عارفين ان القناة توقفت بلا فترة. فكلنا عم ضفت تردد الجديد مع بعض النهاردة. لو القائمة اللي عندي خلافة لنا بشعرها بسرة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي. ومن خلالها هتقدر تضيف اي خناة او اي تردد جديد على جهازك. سواء اذا كان عندك ريسوفر عادي او اي شرشة عرض بتاعته على ريسوفر داخلي. فمن خلال الشرحات الموجودة هتقدر تضيف اي خناة او اي تردد على جهازك بكل سهولة. اما بالنسبة لقائمة سان بلاس وكتر من سعين في المية من الاجهزة الميني. عشان تضيف التردد كلها اللي هتعملها تضغط من الرموت على زرار المينيو. وفي حالة القائمة العربة بتقف على كلمة تركيب وتضغط اوكي. وبعدها تضغط على قائمة الترددات بزرار الاوكي هيزار لقائمة الترددات اللي من خلالها هتقدر تضيف القناة. وبالنسبة للقوام الانجليش بترى سهلة جدا هتضغط من الرموت على زرار المينيو. وتوعف على كلمة وبعد كده تضغط اوكي. هيزار لقائمة تانية فيها ترنز بوردل لست بنزل على ترنز بوردل وضغط اوكي. وفي حالة ما بضغط من الرموت على زرار المينيو ملاقاش كلمة عندي على الشاشة. هضغط المينيو واتحرك بالاسهم هيزار لكلمة اضغط على اوكي. وانزل بعد كده على التردد وضغط على اوكي ومجرد مدخل لقيمة الترددات وضغط من الرموط على الزرار الاحمر واكتب التردد بتاع اتناشر تلاتة زيرو تلاتة بنزل على معدل الترمس بخلي سبع وشين خمسمية والقطباء بغيرة بخليها اتشاء واريزنتل بعد كده بضغط اوكي واجه الخطوة اللي بعد كده وانا افعل تردد وضغط من الرموط على الزرار الازرق هيزهر معي قيمة فرعي مكتفها كلمة اسكان كل اللي عمل وضغط على اوكي وبالتالي الجهاز هيبحث التردد وبعد ما البحث ينتهي هيزهر لرسالة فرعي مكتفها بتأكد ان انا وقف على كلمة اس وضغط اوكي من الرموط هيزهر معي رسالة فرعي مكتفها يعني جال حفظ البيانات بازبر لحد ما رسالة اختفى من على الشاشة ومجرد ما رسالة اختفى اقدر استعرض قيمة القناة بزرور الاوكي وهتحرك في القيمة لقى قناة جميلة جدا مكتوبة على وبتبس من داخلها قناة ليبياس بورت بتاريخ المشاركة او بتاريخ الفيديو بتاع النهاردة ليبياس بورت بتبس على المال سات بتاريخ شهر عشرة او بتاريخ شهر اكتوبا العامة 2021 موجودة على تردد اتناشر تلاتة زير وتلاتة معدل ترميل سبعة وعشرين خمسمية والخدبية اتش او هرزين تلقى افقي تردد وشارط عليها بيعمل على جمال الاطباق ابتداء من ستين او سبعين سنتي ولكن بيحتاج ان يكون عند حضرتك رسيفر بيتعامل بنظام او شاشة عرض بتاعته على صفر داخلي بيتعمل بنظام الاتش دي عشان تقدر تستقبل قناة ليبياس بورت على جهازك ليبياس بورت اضافة جميلة وميزة جدا بعدها لكل محبين ومشاركين الخناة اللي بيتامع معاية ترددات الجهة والحصرية اول باول وبكده حلقة النهاردة خلصة واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته